أمريكا تأسست على مبادئ ما تسمى جوديو كريستشن أثيكس مبادئ يهودية مسيحية التي تأسست على الوصايا العشر وتعليم يسوع المسيح وكانت بركة لشعوب كثيرة وقبل أن أرجع لأمريكا دعنا أقول أن الكنيسة لها دور هام وأن الكنيسة كانت تلعب دور كثير كثير مهم في المجتمعات فالكنيسة أو المسيحية مثلا راحت إلى مناطق صعبة جدا مناطق آكلي اللحوم وتحولوا إلى الشعب متحضر شعوب أنت بتكلم عن أوروبا وعن شمال أوروبا إلى خره كانت شعوب متوحشة لكن عندما دخلتها المسيحية جعلت حضارتها تختلف لما كل مبدأ بيكون مبني على التسامح الديني وبيكون مبني على تعبير الرأي وأن كل واحد بحق له أن يعبر عن رأيه بأي شكل من الأشكال ما عدا العنف العنف يعني بيقول أنه لا أنا بحيل مشكلتي بالعنف لأنه أنا أعلى منك أنا متسلط عليك أنت أقل مني أنت شعب لا تستحق يبتمشي بطريقتي أو بأسلوبي أو كده والمشكلة الثانية أنه الله خلق دور إحنا إلنا دور في المجتمع في دور للرجل في دور للمرأة إلنا دور في المجتمع إلنا دور حتى مع الطبيعة وإلنا دور بكل أنواع الحقوق يعني اليوم إنت لما بتيجي على حقوق الإنسان حرية التعبير حرية الديانة حرية الرأي واواء إلى خير كلها وإفحصها في ضوء مثلا عقيدتك ديانتك هل تؤمن بهذا الشيء طبعا أول شيء لا أنا لا أؤمن أنه الرجال مثلا أعلى أو قوام على المرأة فأنا لا أوافق لأنه ديني لا يسمح فالفكرة أنه كيف مننظر للتطرف الديني اللي بيقود للتطرف العنصري وهذا التطرف على فكرة مش إش جديد يعني كمان المسيحية مزنبة في هذا الموضوع كم من الجرائم التي ارتكبت في تاريخ الكنيسة أو في العصور المظلمة لأن واحد مسيح بيختلف عن مسيح آخر فاليوم بتشوف حتى التعصب بين الطوايف المسيحية ويمكن تكون مغلفة بأقنعة معينة لكن عندما يأتي المحاك الحقيقي كل واحد بيظهر الصورة وكل واحد بيكشف عن القناع بشانيك أحباء أنا دائما أقول أن العالم لا يحتاج إلى إصلاح ولا ترميم ولا ترقيع ولا حتى إلى رجال علم أو فلسفة أو ناس اللي بتقوم في إصلاحات عديدة الإنسان بكل بساطة يحتاج إلى تغيير وعندما يتغير الإنسان نظرته بتتغير عن كل شيء نظرته مفهومه بتتغير عن الله نظرته بتتغير ومفهومه عن المجتمع اللي بعيش فيه ونظرته بتتغير عن نفسه أنا بانزور من خلال من زار آخر موسيقى 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 موسيقى